السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا بألف خير في الفيديو تعلوم سنقوم بإصلاح درس قراءة وكتابة وتفكيك الأعداد الطبيعية طبعاً ما تنسوا شوفوا اللي هنا بالليران هنحكيه على دروس السنة الأولى متوسط مادة الرياضيات الفصل الأول واش رح نقوم بإصلاح في هذا الفيديو اللي رح أن نقوم بإصلاح فيه رح أنقوم بإصلاح الزجعة ناصر هذو اللي هوما قراءة وكتابة الأعداد الطبيعية قبل أن نبدأ الفيديو سوف نذكركم بهذا الفيديو الذي سوف ترون فيه معه ملخص لقاوه هنا في التعليقات ولا تشوفوا في الموقع التاعنا تدخلوا أولى متوسط رياضيات الفصل و تلقوا هذا الملخص الخاص بهذا الدرس و درنا طبعا مجموعة من التمارين هذا الرابع صفحات هذو رام التمارين مصححة خاصة بالمشتركين للاستفسار أكثر ادخلوا للموقع هذا نبدأ على بركة الله سوف نبدأ بقراءة و كتابة الاعداد نبدأ أول حاجة اللي هي القراءة سهلا مهلا تبعوا معايا ذوك تفهموا حبا حبا كي يعطيونا عدد كبير كيما هذا اللي راكم تشوفوا فيه في الصورة وش راح نديرو راح نطرفوه ولا انفككوه الشرائح كل شريحة فيها ثلاث أرقام يعني هذي هي الشريحة الأولى هذي الشريحة الثانية هذي الشريحة الثالثة وهذي الشريحة الأخيرة صحة ذوك هنبدأ و نكتبو كل شريحة وشي هو الاسم انتاحة كما تفهمنا قبلا نديرو هنا نقطة هنا نكتبو الف هنا نكتبو مليون وهنا نكتبو مليار ما تفاهمين صحة ذوك اللي هنا نكتبو قرينا كيفاش نقراوه نبدأ نقرا منا من اليسار نقراوه عادي من اليسار تقرا وش كان في الحاظنة و بعد تسمي اسم الحاظنة ايه تابعوا معايا ذوك نقراها قدامكم اول حاجة 259 هنقرأت وش كان في الحاظنة 259 مليار و 964 مليون و 523 1651 سهلة ماهلة ذو الكار هنقرينا العدد هذا هيا طرش نجربو نكتبوه كيما قلت لك اول حاجة 259 هي اللولة اللي راح نقراوها وش كان في الحاظنة هو اللي نقراوه هو اللي نكتبوه من بعد نسميو الحاظنة مئتان وتسعة وخمسون مئتان وتسعة وخمسون مليار ما ننساش مليار مليار و 964 وتسعة وستون وتسعة ومائة وأربعة وستون مليون مليون و صحة كملت هذه كملت هذه ذو الكاراني هنا وخمسمائة وثلاثة وعشرون وخمسة ومائة وثلاثة وعشرون ألف و ستمائة وواحد وخمسون وستو مائة وواحد وخمسون سيبون دورك وش درنا رانا قرينا العدد هذا بطريقة صحيحة منحطوه نديرو حاظينات هذو كل حاظينا فيها ثلاثة أرقام سهلا مهلا كتبناه كما راكم تشوفون نبدو نكتبوه وشكين في الحاظينا وبعد نسميوها دورك نروحو لتفكيك الأعداد هذا هو الصح اللي هو تفكيك الأعداد تبعو ما يمليح تفكيك الأعداد صحة دورك كي يعطينا عدد كما هذا ويقول لك فككو فككو كيفاش هنفككوه نبدو ونكتبوه نهزو الرقم اللول هذا واحد نضربو في قداش نكتب واحد اللهم ومبعد نكتب عدد الأصفر عدد الأصفر هما اللي يبقاوا هنا يعني واحد هذا واحد هذا تضربو في صفر 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 وتكتب واحد اللهم تقول لك هذا العدد اللي هو عشر ألف متفاهمين ولا لا لا ما تفاهمين صح هذا نزيد نعاودها يقول لك كيك لي عدد تفكيك نموذجي ولا أعطيني المثكوك النموذجي هذا التفكيك هذا اللي كنا نقرأه في السنة الخمسة ابتداء يقول له المثكوك النموذجي ولا التفكيك النموذجي متفاهمين متفاهمين صحة كيفاش تدير المثكوك النموذجي هذا هذا تبدأ تكتب الرقم الأول هاني كتبته وزيد تكتب هنا واحد يبقى لك اللي هنا عدد الأصفار عدد الأصفار تديرو كما عدد الأعداد اللي راهي اللي هنا كما اللي هنا واحد زوج ثلاثة ربعة عندي ربعة صفار نبدأ نكتب واحد زوج ثلاثة ربعة وهذا العدد كيفاش نقرأه هندي له هكا ثلاثة هذو كتما خرج لي عشرة ألاف متفاهمين متفاهمين فاصي هذي هكا ونكملوه عادي ندير اللي هنا زائد نعود نرجع اللون السابق نكتب اللي هنا الرقم الثاني نتاعي وشي هو ستة ستة في نكتب الواحد عدد الأصفار اللي راح نديروه هو العدد اللي بقات لي منا واحد زوج ثلاثة صحة يعني عندي ثلاث صفار واحد زوج ثلاثة سيبه هم متفاهمين زائد نكمل وين وصلنا درنا الواحد ودرنا الستة بقات لي الخمسة هاي الخمسة التاعنا زائد خمسة في خمسة هذي نضربها في واحد العادة اللي هنا الأصفار الباقية هي واحد زوج يعني ندير هكذا واحد زوج زائد تبقى ربعة الاخيرة نجي اللي هنا نكتب ربعة في واحد اللي هنا قد هالصفر ندير نجي نشوف اللي هنا بقات لي اثنين ندير اللي هنا صفر سيبه متفاهمين زائد ثنين هذي الوحيدة نعود نكتبها كمارة هي ثنين وهكا فككنا هذا العدد كمارة كم تشوفوا هذا وش يقولوا له يقولوا له المثكوكو النموذجي هذا باش نقول لك منظركه هو راح يجيك في الفروض سيبه يعني لازم تعرف اتفكك اذا ما تعرفش اتفكك لازم تتعلم كما علمتك في هذا الفيديو وتحل بزاف تمارين باش تمشي جيدك شوية وما تديرش الاخطاء صحة كنا عف سخرة بغيت نقولها لكم ساعات في بعض التمارين يعطيك هكا يدلك نقاط ويقول لك اللي هنا عشرة يقول لك كمل النقاط ويعطيك طبعا هذا العدد وش راح تدير التاية يقول لك عشرة يعني يحوس على العشرات في هذا العدد وش راح تدير التاية نجيبه لون اخر مفاصي هاذو ما راح تدير تاية هو يحوس على تشوف الهنا وش يحوس اذا يحوس على العشرة تدير الهنا تدير الهنا العشرة تديرها هكا وطروح سيبون تدير الهنا العشرة تتهزها وتزلي قده ما كامل يعني تدير الهنا وش راح نكتب نكتب 16154 ما تفاهمين ما تفاهمين وكان يدير لك كا نقاط ويقول لك مئة ويدير لك عالم تستفهم قده من مئة في هذا العدد اللي رانا نشوفو فيه هيا فادي خدموها ديروا بوز خدموها وحدكم ومبعد عاودو ويليو صحة خدمتوها ها هيك نجي لهنا للمئات هذي هي المئات نحط السهم تعلين ونروح قدهش 165 نكتب 165 مئة سيبون مريقلا عارفنا كيفاش نفكي كل اعداد عارفنا كيفاش نجاوبوا على السؤال هذا كي يجي إذا ما عارفش تجاوبوا وتقدر تستخدم جدول المراتب اللي من شجعك ديما تخدم بيه وترسموه قدامك جدول المراتب كما تعرفوا هذوك نرسم جدول المراتب بسرعة ها نجم تحفظه حتى كي ما اسمك ماهية نيقاش هذي ها نكتب الهنا الوحادات الهنا الالاف والهنا الملايين وهذك طبعا حتى ه quas نجزقهم ثلاث خاناتد هذا الهنا تكتب الوحدات العشرات المئات والهنا وحدات والآلاف والهنا نكتب مئات والآلاف ور Rivers نكتب طبعاً وحدات الملايين عشرات الملايين ومئات الملايين أنا رسمتوا فيزوجتا وانا رسمتوا تعيي ترسموا اوه لازم تحفظوا هذا الجدول مهم جداً صحاً هكا نكونوا كمانا الدرس التعليو ما تنساش تحل التمارين جماعة اللي يشتركوا معنا ولا إذا حبيتوا تشتركوا تحلوا التمارين ولا تحلوا التمارين مغايرة اللي ما قدرش يشتركوا يحل التمارين على الكتاب ولا وشي وملخص المرافق لهذا الدرس اللي قاوه اللي هنا في هذا الموقع إلى الدرس القادم إن شاء الله ما تنسوش تابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة التعليمية وذلك بالضغط على الزر الأحمر اللي هو متابعة أبوني ولا سبسكرايب ما تنساش تاني زيب تكريكي على هذك الجارس علاش؟ بينا بش أي حاجة نحطوها تمارين دروس انتحانات برامج نصائح تصلك في الحين آية السلام عليكم طالوا في رواحكم